السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ونعمة بعد في هذه العجالة أود أن أعلق على شيخ من شيوخ الضلال بحيث يقوم هذا وأمثاله بإخفاء الحق الذي بيّنه الله فبحانه وتعالى في كتابه وبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وكذلك ما كتبه أئمة الإسلام قديما وحديثا بحيث أن هذا الشيخ زعم أن كل من يخرج عن الحاكم فهو من الخوارج وذكر أن سمات الخوارج ثلاثة كل من خرج على الحاكم فهو خارجي هذه السمى الأولى الصفة الثانية كل من أمر بالمعروف وينهى عن المنكر والصفة الثالثة كل من يتكلم عن الجهاد في سبيل الله ويريد أن يجاهد في سبيل الله على كل حال لا شك أن هؤلاء المشايخ لا يخافون الله عز وجل ولا يذكرون المسائل الشرعية الفقهية التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله رحمة واسعة وبيّنوا الحق والصواب وما أجمعت عليه الأمة فهذا الشيخ وأمثاله من شيوخ الضلال وأهذية الصلاة لا يخافون الله عز وجل يعيشون يقتاتون بهذا الدين النقطة الأولى تتعلق بالخروج لا شك أن الخروج ليس له باب واحد الخروج عند فقهاء الإسلام والأئمة الأعلام حينما تكلموا على الخروج بيّنوا أن الخروج ينقسم إلى أقسام بخلاف من يجعل الخروج كله من باب واحد بمعنى كل من يخرج خوارج هذه تهمة وهؤلاء يخفون الحق في هذه المسألة ولا يشرحون ولا يبينون فأريد أن أبين أن الخروج ليس كله باب واحد كما يزعم هؤلاء وإنما العلماء رحمهم الله بيّنوا أحكام البغات والأصل في هذا قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئى إلى أمر الله هذه الآية هي الأصل فبيّنت أن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إذن سمّاهم الله عز وجل مع أنهم اقتتلوا سمّاهم الله عز وجل مؤمنين وسمّاهم مسلمين سبحانه وتعالى إذن هذه الآية بيّنت حكم البغات والبغات هم الذين كما ذكر العلماء رحمهم الله لا يكونوا شخص بغي بمعنى شخص إذا حمل السلاح وخرج على الإمام لا يقال له بغي لأن البغات لابد أن تكون طائفة أو جماعة وعندهم شوكة وعندهم سلاح وخرجوا على الإمام هؤلاء يقال لهم بغات طيب من هم البغات الخروج يعني الخروج إن شاء الله سبحانه وتعالى سأذكر لكم الخروج حسب يعني قراءة دخل الإسلام العظيم من أول خروج على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى القرن السابع كله خروج يعني لا يوجد خليفة لا توجد جماعة خرجت عليها من أهل السنة أنا لا أتكلم على الخوارج إطلاقا يعني خروج لأهل السنة جماعة قد يكون بعضهم بغات قد يكون بعضهم غير ذلك طيب الآن نرجع لشرح هذه الآية هذه الآية الأصل فيها أن الله سبحانه وتعالى سمى طائفتان كلاهما وصفهم بالإيمان وسماهم بالإيمان وطبعا حصل هذا حصل هذا في السطر الأول من تاريخ الإسلام العظيم أنا لا أتكلم على الخروج على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيأتي ذلك في بابه إن شاء الله وإنما أريد أن أبين فقط أنواع الخروج حتى الشاب الذي لا يرجع إلى الكتب ويأخذ مباشرة من شيوخ الظلال وأحذية الصلاطين من غير أن يعود إلى مصادر الكتب وأقوال العلماء وما إلى ذلك فبتالي أريد أن أبين هذه المسألة حتى نخرج من هذا القول الذي من ورائه الأظمة والمخابرات وأعداء الدين أصلا لأن هؤلاء يروجون لهذه الأقوال طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من هم البغات في قوله ويح أمار تقتله الفئة الباغية إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من هي الفئة الباغية التي خرجت خرجت على آل رضي الله تعالى عنه وأرضاه من خرج على آل طبعا طلحة والزبير وأمنا عائشة هذا الخروج الأول ثم الخروج الثاني كان لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهو الفئة الباغية بنص الحديث وهذا ما يعني قرره شيخ الإسلام ابن تيميا رحمه الله وغيره من أئمة الإسلام لأن الحديث نص أن عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري عموما لا يستطيع أحد أن يسمي خروج معاوية بأنه خروج خوارج إذن هذا خروج لأهل السنة والجماعة ومعاوية من أهل السنة والجماعة ومعاوية رضي الله تعالى عنه من كبار الصحابة ليس من كبار صحابة آسف وإنما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه خال المؤمنين كاتب الوحي له مناقب كثيرة يبقى الأمر أنه خرج بتأويل على عالي رضي الله تعالى عنهما جميعا طيب خرج بتأويل لكن هذا خروج يسمى عند الفقهاء خروج البغات الباغي إذا خرج على إمام ربما كل طائفة أو كل طائفة باغية تخرج على الإمام إما تخرج من أجل شبهة عندها شبهة علمية وإما أن تخرج من أجل فقهاء الإسلام يعني لا خلف بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا لا خلف أن أي طائفة إذا خرجت لا يجوز للإمام أن يبدأها بالقتال هذه حجة الأولى لا تسمعون إلى شيوخ الضلال حجة الأولى إذا جماعة خرجت طائفة خرجت على الإمام لا يجوز للإمام أو الرئيس أو الملك أو الأمير أن يبدأ هذه الطائفة بالقتال حجة الأولى ينظر علش خرجوا إذا وجد مظلامة صاب هذا الناس ظلمهم ولا هناك أمير آخر ظلمهم أو لا أدرينا سمه لواء سمه عقيد سمه ظلمهم سيزيل هذه المظلامة وهذا الناس يخرجوا مثل ما كانوا انتهى الأمر وإذا وجد عندهم شبهة علمية يناقشهم يبدأ يناقشهم يبعث لهم العلماء وطبعا الإمام أصلا قديم كأنه هو العالم وسأذكر شروط الإمامة لأن هذا الناس اليوم رأهم يخلطوا بين حكام ما عندهم حتى صيلة بالإسلام وبين حكام قديما كانوا يتصفون بالشروط التي ذكرها العلماء التي من أجلها يبايع الإمام يعني لابد للحاكم المسلم عنده شروط عنده صيفات وشروط يجب مثل ما الإنسان باش تقبل منه الصلاة لازم يكون متوضي نفس الشيء الإمام باش يكون إمام للمسلمين لازم تكون عنده 11 شرط من جملة الشروط من جملة الشروط التي ذكرها العلماء أن يكون مشتهد في العلم ما يحتاج المفتي الجمهورية مثل ما نرى الآن يكون هو أصلاً مشتهد وأن يكون على الأقل قاضي بغض النظر للعادالة والإسلام والعقل وأن يكون ذكر والشروط التي ذكرت ويقيم حدود الله عز وجل بنفسه ويكون خابير بالحرب وأشياء 11 شرط إذن هذا هو الإمام للعلماء قديمة كلمة له وليس هذا الحاكم الذي سيحكم اليوم في المسلمين يجرون عليه نصوص مقدسة وينافحون عنه ويدافعون عنه بنصوص مقدسة وهو أصلاً يخالف هذه النصوص وهو أصلاً لا يبالي بهذه النصوص وهو أصلاً لا يعمل بهذه النصوص وهو أصلاً وضع نفسه رباً يشرع ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى طيب هذه النقطة مرة أخرى إن شاء الله هنتكلموا فيها إذن إذا صاب هذا الناس هدوا عندهم شبهة علمية يلقشهم ثم بعد ذلك يفند هذه الشبهة إذا رجعوا الحمد لله وإذا أصروا على قولهم وقالوا لا إحنا اللي رنع الحق ويجب أن تخضع إلى رأينا في هذا الحال يستعين بالله عز وجل ويقاتله حتى يعودوا إلى الجادة إذن هناك شروط للإمام ليس مباشرة يبدأ بالطيارات كما الخائن هذا السيسي وأمثاله يعني مباشرة بالسيارات والطائرات والإنقلاب والعسكر والدبابات وما إلى ذلك لابد من نقاش لابد أن يبين الأمر ثانيا إذن عندنا عندنا طائفتان طائفة عندها وطائفة عندها مظلامة تبغات وهناك من يخرج على الإمام قطع الطرق الذين قال الله عز وجل فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية هذا كذلك عندهم حكم الحرابة عندهم حكم بينه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم إما يتقتلوا وإما يتصلبوا وإما تخطع أيديهم وأرجلهم من خلاف واختلف العلماء هل أو هنا للتخيير أو أنها المراد بها كوو العطف يعني يقتلوا ويصلبوا ويفعل بهم كذا وكذا هذا هو خلاف بين العلماء يعني الإمام بعضهم قال يفعل بهم كذا أو كذا يعني إما أن يقتلوا أو يصلبوا أو ما إلى ذلك وبعضهم قال تجري هذه الأمور كلها في دقيقة واحدة أو في حكم واحد يعني يصلبهم ويقتلهم ويفعل بهم كل هذه الأشياء إذن هذا قطع الطرق عندهم حكم ما هو شيء يعني خارج على ما نحن فيه وإن كان نحن نبين كذلك أن هذا خروج عند العلماء ثم ما هو خروج ناس تكون عندهم شوكة وبعد ذلك يقومون بمثلا نشر الفساد في الأرض والقتل والهرج والمرج وما إلى ذلك فهذا الناس هذا الإمام يجزلوا ويقتلهم ويجرع عليهم هذه الآية هذه وحكم هذه الآية هناك من يخرج يطالب بالمرج يعني قائفة أخرى يشوف روحه هو أفضل من الحاكم الذي يحكم الآن المشكل بين هذا الحاكم وهذا الحاكم الذي يحكم هذا فاضل وهذا مفضول العلماء اتفق يعني أهل السنة والجماعة اتفقوا أنه تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل بمعنى عالم من علماء المسلمين مثلا نقوله نحن الشيخ الألباني رب يرحمه يدخل أي مسجد ويكون إمام ولا عالم ولا طالب علم ما شاء الله عنده علم يصلم وراه الشيخ الألباني يصلم ومر ذلك الشخص هذا يعني ما متفق عليه بين أهل السنة والجماعة كذلك بالنسبة للإمامة يعني الإمام الذي يقود ليحكم قد يكون واحد أفضل منه لكن هو اللي راح يحكم هذا متفق عليه يعني بين أهل السنة والجماعة فهذا الشخص يظن مروحه أنه أفضل من هذا فيخرج عليه يخرج عليه ليس لأن هذا الإمام خالف الشرع أو عطل أحكام الله عز وجل أو انقلب على الشريعة أو نشر الفساد وإنما يريد الملك هذا محرم باتفاق أهل السنة والجماعة هذا محرم باتفاق أهل السنة والجماعة كل شخص يخرج على إمام يريد الملك أو يريد الحكم من أجل أنه يعتقد أنه أفضل أو أنه أحق بالملك من هذا الإمام الذي يحكم الآن فهذا محرم وهذا متفق على تحريمه وقال العلماء لا يجوز يعني إذا كان عندنا إمام ثم الإمام القرطبي يقول بهذا القول يعني إذا كان عندنا إمام وخرج عليه واحد وهذا الذي خرج عليه يعني أظهر أنه يريد الإصلاح ويريد ماذا الخير والعدل وما إلى ذلك قال على الأمة أن تراقب ولا تنخدع لأن كل من يريد الملك ويريد الحكم يتظاهر بالإصلاح كما فعل المجرم هذا السيسي الخائن السيسي الذي يعني استطاع أن يخضر هكذا برئيس قام بين يديه وكان يقسم بالله والعالم كله ينظر أنه لا يخون وأنه يكون في خدمة البلاد وما إلى ذلك لكن السراع في اعتقاد ينا السيسي لا يريد الحكم السيسي انقالب على مرسي قضية عقيدة اللي راه يظن من المسلمين باللي هادو هالسراع ماهوش عقائي ديرها غالط لماذا لأنني أنا متيقن مئة بالمئة لو كان كان علماني ورئيس جمهوري وقام السيسي وانقالب عليه العالم كله لا يرضى بذلك ويرفض هذا جملة وتفصيلها ثانيا السيسي لما قام بانقلاب على الرئيس المرسي ثباته الله لما قام عليه بانقلاب واشعل حاجة لولا بدأ بضرب الإسلام كنقوله ضرب الإسلام هو يقصد الرجال الذين يحملون هذا الإسلام والذين يدافعون عن هذا الإسلام والذين ينافعون عن هذا الإسلام ويريدون التمكين لهذا الإسلام من القناوات من المشايخ إلى آخره أضف إلى هذا كان مجلس كان مجلس شعب منتخب كان دستور ينص على يعاقب من سب الأنبياء جاب هو ناس ما كلهم ما انتخبهم شعب ما عندهم علاقة جاب الشعب لو أحدهم يبقى متيسنا هو يدخل الانتخابات لا يفوز بمقعد واحد والشعب المصري لا يثيق في أمثال هؤلاء مع ذلك جاب هذا الناس هذا وعطانهم يلعبوا بالدستور وهذا الناس كانوا على الهواء وهم لا يشعرون مباشرة وهم لا يدرون أن الكاميرات كانت تسجل مباشرة يتكلمون أن مصر علمانية فطرة علمانية أو علمانية الصح أنك تقول علمانية وليس علمانية من العلم فمصر تكلموا قالوا أن مصر علمانية فطرة إذن كانوا يناقشون ويتكلمون على هوية مصر من جاء بهذا الناس شكول يوضحهم بشعروا الدستور جابهم السيسي إذن السيسي عنده نفس العقيدة لو لا أنه لو كان مثلا عنده عقيدة إسلامية أخرى يجيب ناس مسلمين وحدة أخرين ويجيب دعاة وحدة أخرين ويعطي لهم ممكن ينقشوا بعض الأمور ويغيروا بعض الأمور ولكن هو جاب ناس زنادقة ما لا حدى معنا مش علاقة بالله إذن هو يمكن لماذا يمكن للإلحاج في البلاد ولذلك السراع ما هوش من أجل الملك في اعتقادي هو السراع حقائدي ذلك السيسي هذا مجرم مجرم أجرى ما في حق الشعب المصري وأجرى ما في حق الدين وفي حق الأمة وفي حق الشرفاء والأحرار في مصر إذن هذا ماذا يخرج من أجل الملك هذا خروج محرم قديما كان كي يخرج إمام على إمام ولا طائفة تخرج على طائفة ما كانش خلاف بينهم أن الإسلام هو الحاكم ما كانواش يختلفوا على الحكم الهوية والتشريع وهذه الأشياء ما كانواش يختلفوا فيها كانوا ربما بعضهم يريد الملك أو بعضهم يريد عندهم ممكن عقيدة تختلف العقيدة الثاني هذا معتزل وهذا أشاعر مثلا في المعتقد والروافض وهكذا وغيرهم لكن أن الجميع كان يخضع لحكم الله ولشريعة الله ويرجعون دائما إلى ما قاله الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هذا ماذا هذا الخروج الثالث الخروج الرابع هو من يخرج نصرة للدين غاضبا يريد أن يمكن لهذا الدين من فعل هذا في تاريخ الإسلام أول خروج كان من أجل نصرة الدين هو خروج الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضه هذا ليس قوله هذا قول الحافظ بن حجر وغيره من العلماء إذن الحسين بن علي خرج على يزيد بن مؤاوية من أجل نصرة الدين كذلك بالنسبة لخروج عبد الله بن الزبير الصحابي ابن الصحابي الجليل زبير بن العوام خرجوا كذلك على يزيد بن مؤاوية خرجوا من أجل نصرة الدين ما كانوا يريدون الدنيا عبد الله بن الزبير كان من الزهاد والحسين بن علي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم وكل من خرج نصرة لهذا الدين هؤلاء عندهم أجر كذلك خروج القراء هذا الخروج إن شاء الله سأذكره يعني نذكر لكم الخروج كيفاش سبب التاعه كيفاش خرج كيفاش كذا كيف حصل سأذكر هذا بالتفصيل لكن أنا فقط حبيت لكم أنواع الخروج اليوم فقط حتى نبين خروج الخواج وخروج أهل السنة والجماعة لأن مشايخ السوء اليوم وأهذية السلاطين يجعلون الخروج كله من باب واحد إذن هذه بالنسبة لنقطة التي تعلق ب من خرج من أجل نصرة الدين هذا خروج كذلك معتبر عند أهل السنة والجماعة والحافظ يعني تكلم الإمام البخاري صاحب رحمه الله يعني عنده باب من خرج بتأويل باب من خرج بتأويل ثم بيّن الذين يخرجون بتأويل أنواع التأويل وما إلى ذلك إذن الذي يخرج نصرة لدين الله عز وجل هذا كذلك خروج الخروج الخامس هو خروج الخواج أنظرتم يعني اللي يقول مجرد الخروج الحاكم هو كل من يخرج الحاكم خارجه كذاب كذاب لا يؤخذ منه العلم ولا تستمع إليه لأنه ماذا؟ لأنه يريد أن ينافح ويدافح عن أنظمة خبيثة أنظمة حطلة أحكام الله عز وجل وحاربت شريعة الله عز وجل في جميع مؤسساتها وهذا المشايخ هذا والله ما عندهم حتى قيمة أمام هذا الأنظمة ولكن الأنظمة تستعملهم للسواد الأعظم من المسلمين وما يعرفوا مثلاً في مصر سواد أعظم من الشعب مسلم إذن ما يقدرش الحاكم يدخل فيه سراعة مع جميع الطواعف الإسلامية دايماً يجيب طائفة يقربها له من أجلي باشي الدفع عليه هو ما عندهش علاقة مع الإسلام ما عنده حتى صلة مع الإسلام لكن باشيضرب المسلمين بعضهم ببعض يجيب جمعة ويجيب الباب الأزهر هذا وهكذا مثل ما نشاهد اليوم يفتون فتاوى باطلة لا يقولها يعني من عنده بصيص من العلم يعني يفتي من خرج على الجيش والسرطة هكذا بها يعني على الجيش والسرطة لم يقل حتى الإمام مجرد أنك تخرج على الجيش والسرطة يعني أنت من الخواج وهذا من أبطل الباطل ولا يقوله عاقل قد أبعد صاحبه النجعة وخالف الصواب كيف تخرج على شرطة خوارج أو على الجيش خوارج من الجيش هذا الجيش هو جزء من الشعب الجيش هذا هو جزء من الشعب ليس هو كل الشعب الشعب هو اللي يكون عنده الجيش مشيل العكس الجيش يكون عنده شعب لذلك هذا الشيوخ الضلال هم المشكلة الكبيرة الأمة عليها أن لا تأخذ ولا تشمع لأمثال هؤلاء إذن هذا الخروج ماذا؟ الخروج الخامس هو خروج الخوارج خروج الخوارج الخوارج عندهم سبب على شخر أولا لما الخوارج ظهروا ظهروا في عهد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حصلت حادثة التحكيم وكان لا خلاف بين الصحابة في مسألة التحكيم لا خلاف بينه في هذه المسألة فهم بعد ذلك قالوا لقد لقد تحاكم علي إلى الرجال والله عز وجل يقول إني الحكم إلا لله إذن كان عندهم شبهة علمية هذا الشبهة العلمية جعلتهم يحكمون على علي بالكفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن علي وعن صحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا إذن الخوارج لما خرجوا كان هذا هو السبب حتى لما خرجوا على علي رضي الله عنه قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كوم الكافرون فقال علي كلمة حقا أريد بها باطل يعني علي رضي الله عنه كان ثقيها وعالما وعالم الناس بالخوارج ولذلك قال رضي الله تعالى عنه كلمة حقا أريد بها باطل بمعنى أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كوم الكافرون ولكن أنا لست منهم كلمة حق أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كوم الكافرون لكن أنا أحكم بما أنزل الله وطبعا ناقشهم وبعث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كذلك أقام الحج على على الخوارج لكن بقي للخوارج كان عندهم يعني أصلا الأصل يقول بتكفير رضي الله وطلح والزبير وأمنا عائشة وكل من أيدهما أو وقف معهما أو أقر بإمامتهما هذا الأصل الأول الأصل الثاني أنهم يكفرون من ارتكب كبيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذن الخوارج عندهم عندهم ماذا أصلين اثنين الأصل الأول أنهم يكفرون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه ليس الشيخان يعني ليس أبو بكر وعمر وإنما عثمان وعلي وطلح وزبير ومن شارك في الصف ومن شارك جمل وحكذا بل كانوا يقدرون هذا عن كل طاعة الإمام الشهرستاني رحمه الله يذكر أنه كان أحدهم إذا جاءه شخص يطلب منه كريمته يقول له أول شيء يختبره بعثمان والصحابة فإذا كفرهما زوجه على بركة الله وإذا أقر بإمامتهما يعني مبخرة لم يزوجه إذن كان عندهم هذا يقدمون هذا عن كل طاعة والحاجة الثانية أنهم من ارتكب كبيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وعندهم كذلك أصل آخر هو إذا كفر الحاكم يكفر المحكم بمعنى إذا وقع الخليفة في الكفر أو الرئيس في الكفر الأمة كلها تقع في الكفر ويحكمون ويقولون بعموم الردة هذا هم الخواج ونزيد نقول أن الإخوان ما عندهم حتى علاقة مع الخواج لا من قريب ولا من بعد يعني جماعة الإخوان تعرضت للسجن تعرضت للإصطهاد تعرضت للضرب تعرضت للتذيغ تعرضت لأشياء كثيرة ولم تحمل سلاح في يوم من الأيام من حسن البنى رحمه الله إلى إلى محمد باديع فك الله وأسره ما عندهم شعلاقة بالخواج مع ذلك شيوخ الضلال مباشرة جاءوا بهذا الفتوى أنا أردت أن أبين فقط أنواع الخروج ما نيش نقول لكم بل يعني أريد أن أبين أن من يقول للخروج كله باب واحد فهذا لا يتكلم يدلش على الأمة ويخفي الحق والعلم وعودوا إلى كتب الفقه بل الإمام أبو محمد بن حزم نزيد لكم يقول أبو محمد بن حزم في تفسير الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال الله عز وجل قال طائفتان طائفتان وطائفتان قد يكون الحاكم ذاته هو الباغي أنظرتم يعني مش يكون لي يخرج على الحاكم يكون هو الباغي قد يكون الحاكم هو ذاته باغي هذا قول أبو محمد بن حزم في المحلة وقال رحمه الله أنه من أظهر السنن أظهر السنن والمصحف والعمل بالسنن والمصحف فمن خالفه هو الباغي يعني تصوروا اليوم ناس مسلمين يرفعون المصحف ويدعون الأمة لتتحاكم إليه أصبحوا خوارج والحاكم أصلا خارج على الشريعة هو أصلا خارج على الشريعة وعلى أحكام الله عز وجل لا يبالي لا بالأصول ولا بالفروع خارج خارجي وزيد يقتلوا أهل الإيمان ويتركوا أهل الأوثان يعني صفات الخوارج ستطابق تماما على هؤلاء الحكام مع أننا أنا ما نقول شو منهم خوارج أنا هذا الحكام ما سميه مش خوارج ما عندهمش علاقة لأن الخوارج كان عندهم دين وكانوا لا يقدمون أهواءهم عن الشريعة وعن الأحكام الشريعة هذا الحكام شر من الخوارج لذلك قد يكون الحاكم هو الباغي هذا ما أردت أن أقول في هذه العجالة وفقط شرحت أنواع الخروج وحاولت أن أبين حتى يعني الشاب هكذا اللي يروح يقرأ كتاب ولا ربما مباشرة يأخذ من زيد أو عبيد أو من هؤلاء المشايخ الذين فعلا كما قال أحد الدعاة لله عز وجل أعطيه أعطيه فرخة يعطيك فتوى على حساب الشريعة وعلى دماء الأمة وعلى حساب الدين والعقيدة يعني هذه الناس لا يخافون الله عز وجل ولذلك نذكرت فقط حتى نبين أن الخروج ماهوش في التاريخ الإسلام العظيم يعني الخروج هناك أهل الصنة والجماعة عندهم خروج وهناك أقوال العلماء فيما يخص الخروج لأهل الصنة والجماعة سأتطرق إليه إن شاء الله مرة أخرى بإذن الله وسأبين مسألة الجهاد ومسألة الأمر بالمعروف نعم المنكر ثم بعد ذلك نتطرق إلى الخروج وأنواع الخروج وخروج أهل الصنة والجماعة وأقوال أهل الصنة والجماعة في الخروج ويعني القول الراجح في هذه المسألة وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن كان في العمر بقية وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته